السلام عليكم اليوم اقدمكم وصفة صفوف وهي من الحلوات اللبنانية الشهيرة واللذيذة جدا والتي تتميز بلونها الأصفر الجميل بلزمكم نص كوب من الطحين المنخل التنخيل التنخيل الطحين بالمخبوزات بساعد لأحداث ملمس اسفنجة جميلة اذا نص كوب من الطحين وكوب ونص من السميد كوب ونص من السكر ملاق شاي وربع كركم ملاق شاي وربع كركم ملاق شاي كوب من الحليب بحرارة الغفة ونص كوب من زيت النباتة ملاق شاي تخفقوهم بالخلاط بالخفاء اليدوي جيدا حتى يصيروا مزيج واحد متماسك تخفقوهم بقالب مربع مثل هذا مضاد للسك ومدهون بطبقة خفيفة من زيت النباتة ثم تزينوهم بالسنوبر تزينوهم بالسنوبر تحاول توزعوا ونصف الان ونصف الان ونصف الان يظهر منظر جميل من المكسرات الثانية التي تستطيع تسجم مع صفوف في اللوز الأبيض المقشور أو الجوز ولكن السنوبر بالوصف هو الأساس ونصف الوقت الضروري تحمل الفرن لخمس دقائق قبل إدخال القلب وهذا المنظر أعزائي المجاهدين بعد ما خبزت صفوف على حرارة سفلية بدرجة 350 فرنهايت لمدة بتتراوح بين 40 و 45 دقيقة ثم علوية بنفس الدرجة لمدة 5 دقيقة ولتتأكدوا ان صفوف نخبز جيدا بتتبعوا نفس طريقة الكيك بتغرسوا عود سواك إذا خرجوا عليه رواسب عجين بيكون بعد مستوى وإذا خرج جاف نظيف بلا رواسب متل ما شايفين بيكون ممتاز انخبز جيدا وبواسطة خشبة بتفصلوا المحتوى عن القلب بهالشكل هيدا وبتتركوا يبرد لحوالى ربع ساعة قبل ما تستخرجوا وتقطعوا منظر جميل جدا متل ما شايفين ملتسك ابدا ومثل كثير سهل وكثير لذيف دائما أول قطعة أصعب شي إنكم تستخرجوا بس لما تقطعوا عدد قطعة بيكون كثير سهل وهذا المنظر بعد تقطيع قطعتهم مربعات رائحة شهية جدا في ناس بحبوا يقطعون لمعينات ما بهم تعددت السبل والغاية واحدة سوف تصوّق صفوف من الحلويات الصحية لأنه لا يوجد ألوان ملاكهات إصطناعية والأهم أن يحتوي على الكركم هو مفاصيل الزنجبيل المؤوي للمنعة كما ترون ملمس سفنجة جميل دقوا كثيراً لذيذ نكهة مميزة وملمس خفيف يجب أن تحضروا من الحلويات العربية العريئة الحلقة انتهت لكن قبل أن أترككم سأكترح لكم أفكار لحفظ الصفوف الصفوف فيكم بعد ما يبرد ويتقطع ستضعوا بوعاء بلاستيكة بغطاء وفيكم مثل ما أعمل هلأ ستغلفوه بأكيس ساندويش يمكن أن تجد هذه القطعة حتى يكون متين وفي هذه القطعة تحفظ الصفوف المدى الأطول تفتح القطعة التي تريد أن تتكشفها اللي بدك تكلوها بدون ما تكشفوا القطعة الثانية ثانياً تأخذ القطعة مع الشغل مغلفة مثل ما شايفين تاخدوها مغلفة خالصة أو بتضيفوها لوجبة الأولاد لما يروحوا على المدرسة نفس الشي بنسبة ل مربعات التمر اللي حضرتهم سابقا بتغلفوهم منظرهم جميل وعمليات بتاخدوهم معكم مش بس للمدرسة والشغل لأي مكان جهزين تكلوهم وما في مشكلة انكم تخزنوهم بالبراد على العكس بتمتد صلاحيتهم الطعم بيضل هو ذاته بس ضهروا القطعة اللي بدكم تكلوها وتركوها على الطاولة حتى تصير بحنات الغرفة فتفتحوها كأنها بعدها مخبوزة لما شاهدت المزيد من حلقاتي ضغطوا الرابط أبني أو فتشو في اليوتيوب وما تنسوا الاشتراك وشير إلى اللقاء موسيقى موسيقى